السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 16 أهب أغسطس القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 9 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم السبب لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة سعد ذابح وهي منزل للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و31 دقيقة من بعد عصر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزل للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية القمر لما بتواجد في برج الجدي بنصبح أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لألنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربية سلبية بين المريخ وبين زحل هاي زاوية إلها تأثير تقريب العشر أيام ومستمرة لعشر أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة خمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتزداد العصبية بشكل عالي يجب أن نتمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاط داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير وبرضو بيدفعنا للإفراط اللي ممكن يسبب لنا حوادث أو عمليات جراحية وبتزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا كما أنه ممكن يعرضنا لهجومات من الخصوم فتاكة دوليا تزايد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبالدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع صناعة الثقيلة والبورصة والقيم وتراجع المنتجات الفلاحية واستخراج المعادن واحتمال وقوع حوادث وإضرابات لها علاقة بالأماكن الحامية وبرضو مقاطعات في المناجم بالمحاجر والمعامل وهذا الشيء ممكن يعرق للإنتاج كما أنه برضو بيزيد نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون لقمع والتعصف في دول ما وفي هاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين أو بممكن تشهد هاي الفترة فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وسبع دقائق مساء بتوقيت جرانتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا الركبتين والمفاصل عمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن طبعا هذه العضاء هي الأكثر حساسية إذا كانت اضطرارية الأمور نعملها مش اضطرارية من أجل ما يتعلق بهاي الأعضاء أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لجراء العمليات الجراحية هذا اليوم طبعا ما بدأ أقول لك مناسب لعمليات التجميل لأنه عمليات التجميل هي يا إلا علاقة بالشعر يا إلا علاقة بالجلد وهم الأكثر حساسية خلال هذا اليوم فما بنصح في هاي الأمور أيضا لا يصلح لازالة الشعر زائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة الصبغ ما بنصح فيه ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الجد يخلوه المسار رح يكون يوم الغد بيبدأ الساعة 48 و 42 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمر 12 يوم الساعة 2 و 6 دقائق عصرا بتوقيت جرينج منبدأ باليوم الثلاثة نسبة الإضاءة 89% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية سعيد بنسبة 30% القمر في الجدي حتى يوم 17 ثمانية سعيد بنسبة 15% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 45% ساعة الظهر سعيد بنسبة 60% عطارد في الأسد بيتراجع حتى يوم 27 ثمانية منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4 تسع سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة يهد من روعكم ما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبتكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهديل الأجواء وهي فترة مناسبة للإطلاع على رأي الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلها بالليونة والتفكير الموضوعي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم اليوم يعني تعزيز العلاقة مع الشراكات قدر الإمكان هاي فترة مش شوي بدها حذر لأنها بظل فيها نوع من أنواع السلبية القمر موجود مقابلك تماما فيها نوع من أنواع الضغط ما بينفعك سوى الصبر والمرونة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاكم وراحتكم وكونوا منظمين وأحسنوا دارة أعمالكم وحاضروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وهي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش النكماتهم للواجبات اتجاه العائلة والأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر مشاكل شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة لأجواء عدائية ومتوترة فعشان هيك برضو بدك تراعي وضعك الصحي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا بالسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار ابتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر والأجواء لطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقة تمتنعوا على المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات وهي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وفيه انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد فبتهدأ وترتك خلال هذا اليوم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أي أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للأمال حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح وتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء